نعم حازم الطائرات الحربية الإسرائيلية ما زالت تشن غاراتها على مناطق ومواقع مختلفة في قطاع غزة آخر هذه الغارات في المحافظة الوسطى وسط قطاع غزة حيث قامت الطائرات الحربية باطلاق عدد من الصواريخ تجاه أرض زراعية وأيضا قبل قليل شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة في جنوب مدينة غزة استهدفت كذلك أرضا زراعية وما زالت تحلق حتى هذه اللحظة هذه الطائرات في ظل استمرار التحليق لهذه الطائرات أيضا هناك إطلاق لعدد من الصواريخ تجاه مستوطنات الغلاف وما زالت الأوضاع الميدانية تشتد لحظة بلحظة سيما مع هذا التحليق المكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية والتي شنت في أعنف غاراتها استهداف لبرج فلسطين والذي يحتوي على مئة شقة سكنية تم تشريد سكانها بشكل كامل حتى هذه اللحظة الحصيلة كانت كما قالت وزارة الصحة الفلسطينية 198 شهيد والعدد مرشح للزيادة وأعداد المصابين مرشحة للزيادة في ظل استمرار هذه الغارات الإسرائيلية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة